هنأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي هنأ الرئيس أسيسي لمناسبة الاحتفال بذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو وأكد وزير الدفاع أن ثورة الثلاثين من يونيو شكلت نقطة التحول في التاريخ الحضري للأمة المصرية كما أنها أكدت قدسية العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة التي لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل في حماية أركان دولة المصرية جيلا بعد جيل وشدد على أن رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية يجددون العهد على مواصلة دورهم في الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته ماضيين خلف القيادة بكل الكفاءة والاستعداد لتنفيذ ما يكلفون به من مهام لبلوغ ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من أمال وتطلعات لبناء دولة القوية الحديثة وتحقيق أهدافه الوطنية كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر برقية تهنئة للرئيس أسيسي لهذه المناسبة الوطنية ترجمة نانسي قنقر